فاز القيادي الفلسطيني اسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس خلفا لخالد مشعل مصادر فلسطينية قالت ان فوز هنية جاء في جلسة انتخابات جرت في كل من غزة والدوحة بوقت متزامن عبر نظام الربط التلفزيوني فيديو كونفرانس مضيفة ان هنية تنافس مع القياديين موسى أبو مرزوق ومحمد نزال وكان من المفترض يسافر هنية وعدد من قادة حماس إلى قطر للمشاركة في الانتخابات الا ان اغلاق معبر رفح حال دون ذلك وفوز هنية يجعله الرئيس الثاني لمكتب حماس السياسي بعد مشعل الذي شغل المنصب منذ العام 96